عايزة رجع وراءة شوية معلش وفي نقاط محتاجة مزيد من التوضيح احنا عايزين بس نوضح ان ادوار بتاعة منظمات المجتمع المدني هي لا تستطيع تغيير الواقع بقوة او بسلطة هي توثق وتسلط الضوء لكن ما تقدرش تدخل تقول قرار بوقف لإطلاق النار او بوقف الاعتداءات او 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 كتير قوي رأي العام بيطلب من منظمات حول الانسان وبيه هجمها بيقولهم اما انتو بتعملوا ايه تقدر منظمات حول الانسان لا خليني بس اقولك للانصاف لا منظمات حول الانسان طول الوقت بتقدم لان هي لها مهام رئيسية مهمتها الرئيسية هو الحفاظ على كرامة المواطنين التصدي للانتهكات اللي بتتكب من جانب الدولة ام من جانب الافراد تجاه الاطراف الضعيفة مهمتها انها تحمي الاطفال وتحمي المرأة وكبار السن يعني لها دور مشرف ودور كبير لا يستشعره الا اللي بيقع عليه الظلم اول ما بيقع على الشخص الظلم الاشخاص نفسها اللي بتوجه انتقادات والتهمات لمنظمات حول الانسان اول ما هو نفسه او حد من اسرته يتعرض لانتهاك او يتعرض لظلم مباشرة لا يجد ملجأ اليه الا المنظمة المصرية حول الانسان فعايز اقول لحضرتك المجتمع المدني بيقوم بدور كبير جدا وفي السنوات الاخيرة اصبح المجتمع المدني شريك رئيسي للدول فانت حتلاقي العناصر التلاتة حتلاقي الدولة سؤالي انه عالميا البعض بيبقى متخايل انه هناك سلطة تستطيع منظرات حول الانسان انها توقف بها هذا العدوان او توقف بها هذا من المؤكد ان لها سلطة هي سلطة ايه هي سلطة ادبية في انها تكشف جرائم المحتل تكشف الانتهاكات اللي بتعرض اليها الانسان حول العالم وانها تنقل هذه الصورة الى اروقة الامم المتحدة اللي منوت بيها ان هي بقى المجلس الامن هو اللي ياخد قرار بوقف الادوان على غزة هو اللي بياخد قرارات بادانة الدولة المحتلة هو اللي بياخد قرارات بادانة الدول لكن خلينا اقولك احنا بنعمل كل ده لكن في المقابل فيه الفيتو الامريكي اللي دايما جاهز لمناصرة اسرائيل ظالما او مظلوما